موسيقى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه داه إلى يوم الدين وبعد فديننا دين الرحمة دين التكافل دين التعاون دين الإيصار يقول الحق سبحانه وتعالى واصفا ومادحا الأنصار أصحاب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين تبوأوا الضاء والإيمان من قبلهم يحبون من هاجع إليهم ولا يجدون في صدوهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون وكان صلى الله عليه وسلم يقول مادحا الأشعريين إن الأشعريين كانوا إذا قل طعامهم في الغزو جمعوا ما عندهم من طعام فقسموه بينهم بالسوية فهم مني وأنا منهم فديننا دين الإيصار والطاحم والتكافر وإذا كان الإيصار مطلوبا على كل حال فهو في أوقات الشدائد والأزمات أولى وأوجب ومن هنا نوجه رسالة للناس أن يتعاحموا وأن يتعاونوا وأن يؤثر بعضهم بعضا فهذا وقت أوان الرجوع إلى الله وأن نخلص النية لله نضع إلى الله أن يرفع البلاء عن البلاد والعباد وعن البشرية جمعاء وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى قيم ديننا العظيم إلى الأخلاق إلى القيم إلى الرحمة أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء كما تدين تدان وإذا كنا نبحث عن الضحمة والتكافل والتعاون والإيصار فمن باب أولى ننهى عن الغش والجشع والاستغلال والاحتكار وعفع الأصاع على الناس والمتاجع باحتياجات الناس إذا كان ذلك كله مزموما على كل حال فهو أكثر زما وأشد إسما وجرما في أوقات الأزمات بل إن الاحتكار والاستغلال في أوقات النوائب والكرايس والشدائد والأزمات يعد خيانة لله وعسوله فهو خيانة للدين وللوطن وللمرؤة وللقيم وللإنسانية الذي يستغل حاجات الناس إنسان تجرد من كل مشاعر إنسانية ولينظر ماذا قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من يحتكر أو من يستغل أو من يغش الناس يقول المحتكر ملعون المحتكر ملعون ده المحتكر على عمومه فما بالك لو كان يحتكر ما يحتاجه الناس من سرع أساسية من طعام وشراب وعلاج وأدوات تطيير وأدوات تعقيب ويظن أنه يكسب مكسما عاجلا سريعا انظر إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال في من يستغل حوائج الناس ليرفع عليهم الأسعار وليبني أرباحا طائلة على حساب المدقعين والمحتاجين والمنهكين يقول صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من أسعار الناس من دخل في شيء من أسعار الناس ليغليه عليهم كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة من دخل في شيء من أسعار الناس ليغليه عليهم أي ليغليه عليهم الأسعار كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم بمكان عظيم بمقعد عظيم في نار جهنم كان حقا على الله عز وجل أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة ويقول صلى الله عليه وسلم من غش أمتي فليس منا ويقول صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا فليتق الله الجميع في الجميع بيعا وشعاء نتحلى بالسماحة والتعاون رحم الله أن سمحا إذا باع سمحا إذا اشتره سمحا إذا اقتره ودخل عجل الجنة بسماحته قاضيا ومتقاضيا وإذا كانت السماحة مطلوبة على كل حال فهي أشد طلبا ونحن أكثر حاجة إلى السماحة وإلى التعامل بها بيعا وشعاء وقضاء واقتضاء في هذه الأيام نسأل الله أن يزقنا سماحة النفس وسماحة القلب وطيب المعدني وطيب الأصل وحسن المعاملة وأن يختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته